تفقد وزير الرأي هاني سويلم ووزير الزراعة على فروق محافظتي شمال وجنوب سيناء حيث وزارة مركز الخدمات والتجمع التنموي وقام بالمرور على محطة رفع المياه في منطقة نخل بمحافظة شمال سيناء أوضح سويلم أن الوزارة حريصة على خدمة التجمعات التنموية في سيناء من خلال تنفيذ أعمال سيناء الأبار الجوفية وإسناد عمليات الحراسة والسيانة والتشغيل لشركات متخصصة مؤكداً أهمية التنصيق بين المنتفعين للحفاظ على المياه الجوفية وحوكمتها وإدارتها بشكل منضبط لترشيد استخدامها